الناديين والأهلي لكي أقول لك لا كلر تحت التقييم في الأهلي تحت التقييم؟ مش تحت التقييم يعني رجل هو خمس بطولات قيمه دلوقتي وانا بقول لك كلر من الفترة الجاية المتشاط الجاية تحت التقييم في الأهلي في ناس مش مبسوطة من كلر جوه النادي الأهلي لعبت النادي الأهلي وانا بقول لك اهو مش مبسوطين من كلر وفكرة انه هو بيطلع يعتقدهم اللعيبة زعلانة من كده في مشاكل ما بين لعيبة كبيرة في الفرقة ولعبة أساسية ما بينها وما بين مرسل كولر لا 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 الكلام ده مش صح كولر مشكلته سواني طيب أنا بغطل أهلي كولر مشكلته كانت الوحيدة مع أحمد عبدالقادر وحتى لما زعل من أكرم في مبارات سموحة زعل من أكرم وقال له في المحاضرة مبارح وقف معه عبدالقادر قبل مع عبدالقادر يتصال في آخر التمرين بمزء مبارح في المران وقف مع الاتنين وقال لهم أنا مستني منكم كتير وانتو السنة اللي فات كنتم العناصر أساسية معي واتكلم مع أكرم قال له أنت لعيب بالنسبة لمقاتل وانا بعتمد عليك كنت بشكل لكن مستواج دلوقتي مش هو ده مستواج اللي يخليني أراضي ومبسوط عنك أو أنه ندفع بيك في المبارات وطالب أكرم أنه هو يعني يزود ويظهر بشكل أحسن أكرم ممكن يطلع أره لا خالص يعني أنا سألت في الموضوع أطلاقا أكرم العناصر أساسية ومش عارف مين اللي طلع أو فكر ده قرار مجلس إدارة مش قرار الرابل سألت إدارة نادي وإدارة كولر طب أنا بقولك طب واحد واحد بس عشان ورد أنا كان عندي معلومة بعلومة سمحنا أنا شافيعة عشان اللي قلت الخبر ده مبارح هو إدارة نادي الأهلي مصممة ومصرة أنه أكرم طفية مش هيمش ولا كولر طلب إدارة النادي ولجنة التخطيط ما أنا بقولك ولا كولر طلب هذه دي بقى المعلومات أنا معلوماتي أن مارسي كولر طلب أو يعني ألح بص عليه بص أخيرا في السوبر الأبطال وبعد يوم بنيطلع عارف هو وقف معا مبارح كريم في المران وقف معا تنين لعيبا مبارح أولا عمل محاضرة حوالي ساعة مبارح تكلم فيها مع اللعيبة إن الفرق بين السنة دي و السنة اللي فات إن إحنا السنة دي بس بنضيع سفات كناش بنلعب بمتشاط بالقوة دي بس كنا بنكسب السنة اللي فاتت كنا موفقين أكتر و بنستغل الفرص السنة دي أنا بوقف على الخط هتجنم من اللي بيحصل من اللعيبة وإضاءة الفرص و الكلام ده كله و تكلم مع عيبا إن أنا عندي ثقة فيك و إن إحنا رحل المرحلة الأقوى لنا في الموسم دي بطولة كاس العالم و منتظر من نوكو إن إحنا نحقق نتيجة أفضل من حقا ناسها اللي فاتت أنتوا عندكم من الإمكانيات و من المستوى أن انتوا تقدروا و توصلوا إلى حتة كبيرة أو بعيدة في كاس العالم اتعاملوا عن اللعيبة نفسية نمبرحة بشكل كويس قوي و صمم إنه يوقف في الملعب مع أكرم توفيق و اتكلم معاه و يعني و كانت الكلام اللي وصل يعني من كلام مع اللعيبة إنه كانت المحاضرة نفسية أكتر منها فنية و قال له زي ما بقول لك يا تاني انت واحد من العناصر الأساسي اللي كنت بعتمد عليها أنا مستنيك ترجع لمستوى كتاني عشان تبقى اللعيب الأساسي بتاعي أنا عارف الروح اللي عندك و عارف القطار اللي عندك يعني الراجل نفسه بيتكلم على الأكرم بالأسلوب ده ما ينفعش إنه هو يقول أطلعه أنا سألت يعني من ناحية اللعيب و في الجهاز و دارة الكرة في النادري سألت في الجهاز وبأكد لك المعلومة سألت في الجهاز والله سألت أنا بقول لك أنا سألت وبأكد لك المعلومة